مرحباً مرحباً في هذا الفيديو سنقوم بمتعار لسن 2 في المنطقة 1 في المنطقة 5 في المنطقة 5 سنشرح الدرس التاني اسمه في المنطقة 1 ما نكسر حاصل تدائي زي ما هو موجود عندكم في المنطقة في المنطقة 2 الليسن داب يبقى عبارة عن كلمات وصورج تعالوا نشوف وندرس الكلمة دي كويس حاول نسمع كويس ونبص على الصورة حاول تقوله ورائبة يلا نبدأ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 4 كلمات المنتين نمبر 5 نمبر 5 نمبر 5 نمبر 6 نمبر 5 بلاي كارز نمبر 7 واش ذا بوطس وان بانز واش ذا بوطس وان بانز نمبر 8 كلين ذا تنت كلين ذا تنت تاني رانتي كك بريكفست كك بريكفست كك ذا بك كك بوك بريكفست يطبخ اللي فتورت الصورة بعدها لسن تو ستوريز عندنا لسن تسأل معناه يستمع وحرف تي سايننت لسن لسن تن لسن تو ستوريز يستمع الاكسوس بيكشورة بعدها خلوا بالكم هنا جي اتش وانطاع في لاف 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 بيكشورة بعدها نبص على الصورة وحنا بنقرأ نبص على الكلام مش انتعرف معناها؟ انتعرف معنا الكلمة يعني؟ اول دي فريز دي العبارة دي بنبص على الصورة هنا برضو كلمة هارف تبي سايننت اخير نص على الصورة بصى الله كالجمو وحنا تصلى جميعا وحنا تي سي اخ وحنا تي سي اخ وحنا تي سي اخ وحنا تح وبطوش سالة بابة بلعب بالكو تشينم اخر صورة مهم جدا يا ولاد نحفظ الكلمات دي كويس مهمين جدا جدا نحفظهم طبعا وراء وقلم ونكتر كان عندنا سؤال جديد السنة اللي فاتت كان عندنا برضو بس السنة دي بطريقة تانية انا في رأيي ان السؤال في سنة 5 اسهل من السؤال ده في سنة 4 السؤال ده بيبقى عبارة عن ايه تعالوا نشوف بيديني صورة زي كده او صورتين بيبقى في المدحان صورتين كل صورة مطلوب مني ان اكتب سؤال وإجابته السنة اللي فاتت كانوا بيديني اربع صور وكان هو بيكتب السؤال وانا بجاوب لا السنة دي اسهل انا اللي بكتب السؤال وانا اللي بجاوب عليه فيه طرق كتير جدا يا ولاد ان انا بستخدمي عشان اكتب سؤال زي ايه مثلا تعالوا نشوف نكتب هنا مع بعض اسئلة او اسئلة ممكن استخدمه ومشهور جدا لو هاد is he or she doing what is he doing what is she doing ام هي طبعا لو كانت صورة ولد she لو كانت بنت هجاوب ازاي بنشيل وات دي من السؤال اللي انا عملته هجاوب بقى شيل وات is ده له الفعل مساعد لو تفتكروا قالتك وين السؤال اداية استفهام فعل ومساعد هو is والفعل وبعد كده فعل طيب انا في الجملة هجاوب دلوقتي بقى هبدأ بالفعل هو هي او she بقى مفرد طبعا داخل is فعل كده doing هجاوب حط فعل مضاف له ing اصلا he is or she is cooking breakfast طب لو كانت جامعة what are we gonna say what are we gonna say what are they doing doing going يلا نجاوب هم بنجاوب ازاي اه بشيل وات وار هتبقى بعض بالفعل هبدأ بالفعل هو زي زي كده are مثلا playing course ده طريقة من طرق تكوين السؤال في طريقة تانية ايه هي لانا بعمل السؤال بمعنى هل مثلا is he reading وقعود no he isn't بس كده is he reading no he isn't are are they sleeping yes they are طيب لو في الصورة عندنا شيء غير عاقل يعني مثلا عندنا صورة تاع صورة كتاب بنعمل ايه استخدم what is this what is this سؤال سهلي جدا بجاوب طبعا كنا بنقول ايه في الصورة شيء غير عاقل يبقى استخدم الفعل it is اسم ابوك طب في الصورة عندنا كتاب اوكي طيب لو عندنا في الصورة ساعة مثلا الساعة خمسة بان اسأل عن الوقت فاكرين في listen one خدنا السؤال عن الوقت what time is it what time is it ده باستخدمه للسؤال عن الوقت هجوز زي it's مثلا الساعة كانت خمسة بقول it's five o'clock it's five o'clock وفيه طرق طبعا تانية بالزاد لو استخدام الماضي البسيط احنا في lesson three في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هناخد الباست اسمبل وازاي نعمل سؤال برضو باستخدام الباست اسمبل تعالوا نعمل صور هنا هون هنكتب ايه what is he or she انا مشايف هنا ولد او بنت فانا ممكن اقول هي او شي عادي what is he doing what is she doing she is cooking breakfast صورة البابها what is she طبعا هنا بنت شايف هنا what is she doing she is climbing a mountain وحكذا بعد اكسرسايز اسيب كومنتو تكملو لواحتكم اوكي 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 احنا تعلمنا برضو ازاي نعمل ام نحلل السؤال ده فانحل مثلا number one مع بعض breakfast find launch snack هنشوف معناه احنا اول حاجة بقرأ الاربع كلمات بعد كده بنشوف معناه breakfast يعني فطاد واجبة من الوجبات فايند يجد ده فعل launch الغذاء واجبة من الوجبات سناك واجبة خفيفة برضو واجبة من الوجبات بقى انا عندي فايند هي المختلفة هنحط تحتها خط ونكتب هنا مثلا ايه الوجبة اللي مش موجودة العشاء يعني ايه؟ صح دينر هنكتب دينر number two هنسيب لكم الباقي لتحلل بحدكم cleaning climb wash cook قريتهم لاربع كلمات بعد كده ارجعتان اشوف معناه cleaning ده فعل استاخره ing برب اخره ing climb فعل في المصدر wash فعل في المصدر cook برضو فعل في المصدر يبقى المختلف طبعا اللي هو cleaning اعمل circle او احط تحت الخط واجيب كلمة من عندي شبهة تلاتة الباقيين طيب عندنا حلين ممكن اشيل ing او اجيب فعل في المصدر من عندي زي مسلا go